بعد أخذ ورد وإضافة تعديلات من الجانبين اتفق مجلسان نواب والأعلى للدولة على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي من رئيس ونائبين مع استحداث منصب جديد يتولى رئاسة الوزراء بشكل منفصل ألية الاختيار التي تشرك ممثلياً نواب والأعلى للدولة عن المجمعات الانتخابية في المناطق الثلاث لترشيح الأسماء تمهيداً لتصويت المجلسين عليها يرى مراقبون أنها قد تأخذ وقتاً في ظل غياب ضمانات لنجاحها وتمهيداً لتنفيذ الاتفاق سلم ممثلاء المجلسين عبدالسلام نصية وبشير الهوش للمبعوث الأممي غسان سلامة نسخة من المادة الثانية من تعديل الاتفاق السياسي المعنية بكيفية تشكيل مجلس رئاسي جديد كذلك نسخة من اتفاق إعادة الهيكلة مكتملة وبالتزامن مع ذلك طلب الهوش ونصية في بيان مشترك حكومتي الوفاق والمؤقت بالانخراط في مشروع هيكلة السلطة التنفيذية وإعادة توحيد المؤسسات وكان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك قد أكد أن الرئاسي غير معنياً بالتقارب الحاصل بين الأعلى للدولة ومجلس النواب مؤكداً أنه مستمر في عمله على رأس السلطة التنفيذية في البلاد داعينا المجلسين إلى تركيز جهودهما على توحيد المؤسسات السيادية في البلاد ترجمة نانسي قنقر